وتعالوا أبدأ معاكم بليه النادي الأهلي هو النادي الذي لا تغيب عنه الشمس ليه؟ لأنه أنا الحقيقة من ساعة ما أنا عاشق لكرة القدم عموماً يعني أنا كرة القدم بالنسبة لي مش مجرد رياضة ومش مجرد اللعبة الشعبية الأكثر يعني تواجداً على خريطة الرياضة العالمية ومش قصة ارتباط بنادي أو بلاعب لا أنا الكرة بالنسبة لي هي قمة المتعة إن أنا ألعب كرة وإن أنا أتفرج على كرة حلوة أنا بالنسبة لي دي أحسن حاجة تقريباً أو أحسن اكتيفتي أو نشاط ممكن لواحد يعمله في حياته فطول عمري بجري وراء المتعة دي فبشوف عملقة على مستوى العالم من أول ما فتحت عيني يعني أو يعني طبعاً أسمع عن أساطير زمان ومبدعين وأندي عظيمة بس ما شفتش ما شفتش دي السفنو ما شفتش بلاي ما شفتش كرايف ما شفتش باكين باور لكن ابتدت أشوف كرة مع الأهلي في التمانينات وحبيت الجيل دا جداً وحبيت الجيل دا جداً جيل الخطيب ومصطفى عبد وعلى أم ميهوب وربيع ياسين ومار همام وإكرامي وثابت ومش عايز أنسى حد وعامر وزيزو قبلهم شوية أو معاهم بعدما خلق تهرب وزيد طبعاً خلق جدالة مش عايز أنسى حد طبعاً كلهم أسماء كبيرة جداً جيل عظيم الحقيقة وجيل هو اللي بدأ الصورة النادي الأهلي الأفريقية يعني لكن لما الجيل دا ابتدى يبطل أو ابتدى يبعد سنة بسنة يعني ودخل جيل تاني بعده جيل إبراهيم وحسام وهدي خشبة وشام حنفي وسامير كمونة من بعدهم وطبعاً كابتن أحمد شبير وغيرهم وغيرهم محمد يوسف والأسماء الأهلي ما تهزش ما كانش فيه يعني ما كانش فيه بتاعات كبير جداً على المستوى ولا على الألقاب ولا على بطولات وجيل اللي بعد منه وضيف عليهم بقى وليد صلاح الدين دخل خالد بيبو دخل حسام غالي جي بعدهم بركات جي بعدهم تريكا جي معهم متعب جي واق الجمعة جي عصام الحضري جي محمد شوقي جي أسماء كتير جداً برضو مش قادر أنسى حد بصراحة تعد مين ولا مين كلهم نجوم وعملقة كل جيل بيمشي تقول ممكن يبقى فيه هزة ممكن يبقى فيه ابتعد عن الألقاب وبطولات ممكن يبقى فيه دروب بيحصل في كل حتة في العالم ليه لأن أنا شفت ده شفت الميلان بجلالة أدرو تاني أكبر نادي في أوروبا على مستقى ألقاب دوري أبطال بعد الريال غاب مش عارف بقاله كم سنة غاب مش بس على مستقى دوري أبطال ده غاب حتى عن الدوري الإيطالي نفسه اليوفي نفس الحكاية الانتر نفس الحكاية اليونيتد نفس الحكاية جيل دوايت يورك وريو فردنند وبندرسار وبوست كولز ورينجيكز وينروني وباكهم وغيرهم وغيرهم كتير جيل سيطر بالطول والعرض يخلص الجيل وينتهي ما تلاقيش فين اليونيتد مجاش طب جاي أمتى محدش عارف غير إجازة فنية وهات نجوم وبيع نجوم وما فيش يونيتد البرسا حقبة الجوارديولا وبيب جوارديولا الجيل الدهبي ديفيد بيا مع ميسي في رونالدينيو طبعا في الأول وسبعكها جي ميسي مع إنيستا وتشابي وبسكتس وكانلوس بيول وبيكي عمالقة سيطروا على الكرة في العالم كله طول وعرض ثم انتهى البرسا ومرجعش تاني وممكن أعدلك من القصص والحكايات دي كتير إيه السر فيك يا أهلي؟ ليه دايما على القمة؟ ليه بنقول روح الفانيلا الحمراء اللي مهما كان الأسماء اللي بترتديها هي نفس العقلية نفس الروح نفس الرغبة نفس الدوافع ما بتشبعش ما بتكتفيش أين كان مستوى المنافسة أين كان حجم الفوارق هو ده النادي الأهلي تعالوا نبصوا على الخريطة كده لأنه جيل ده كمان يستحق مش عايزة قرن بين الأجيال مش هقع في الفخ ده لكن الجيل ده احنا جينا عليه زيادة شويتين في أوقات كتير جدا اسم اسم ونفر نفر ما فيش حد فلت فيش حد مجاش تحت المقصلة رغم أنه هم لعبوا في ظروف خاصة جدا الجيل ده اتحرم نمر واحد كده من جماهيره في الملعب ما فيش جيل في النادي الأهلي ما كانش في ظهر الجمهور فول كباسيتي الملعب كله مدرجاته مليانة المطشط المهمة والمطشط الغير مهمة حتى لو ما كانش كامل العدد لكن أحساسك بجمهورك وفضارك وبيقومك من كبوتك وانت بيفوأك لما بتستقبل هدف ويقدر يرجعك تخش تاني في المباراة بيشجعك لغاية لما الحكم يصفر وبعد صفارة الحكم كمان قاعد بيشجع فيك الجيل ده اتحرم من ده